مجددا تعود الازمة الاميركية الايرانية الى الواجهة بعد فترة من الهدوء الذي خلفه كورونا والذي انهك الدولتين المتصارعتين ايران ورغم ما تمر به من ازمة اقتصادية حادة ترافقها ازمة صحية الا انها تبدأ بتصعيد التوتر من جديد من خلال التحرش بالسفن الاميركية في مياه الخليج في محاولة منها لاثبات وجودها في المنطقة هذه التديدات تأتي من اجل الضغط على الامريكا بشكل عام ومن اجل الضغط على المجتمع الدولي والعالمي من اجل التخفيف عن الحصار على ايران من التخفيف عن تقوير تحجيم دوري ايراني اعتقد مسألة التديدات الايرانية هي اليوم تتبعث رسالة الى العالم بان هناك وجود ايراني قوي بان ايران لا ما زالت تمتلك بصمة قوية رغم الظروف الصعبة جاحت كورونا ووضع اقتصادي صعب وبالتالي ربما سوف نشهد في الايام المقبلة او السابيع المقبلة تهديد او تصعيد من جانبا اخر ربما نشهد هناك رح سوف يكون ربما يكون عمل عسكري هنا وهناك وعلى الرغم من ان ذلك الصراع يوتر اجواء المنطقة كاملة غير ان العراق هو الاكثر تضررا من ذلك كونه حليفا قويا للطرفين المتصارعين ناهيك عن انقسام الطبقة السياسية العراقية بين مؤيد لطهران ومناصر لواشنطن وغالبا ما يلعب دور الوسيط بين تلك الدولتين الا ان فرضية الاتفاق بين الطرفين لا تصمد كثيرا امام الوقائع هذا التأزيم هو ليس بمصلحة المنطقة نحتاج الى تهدئة نحتاج ان يكون هناك لاعب حقيقي في هذه الساحة يقرب جهة النظر ما بين الفريقين المتخاصمين في هذه المنطقة هل غيرت جائحة كورونا الموازين في المنطقة ودفعت ايران الى الشعور بانها الاقوى من خلال تحديها للولايات المتحدة رغم انها مكتفة بازماتها الداخلية ام ان الرد الاميركي سيكون قاسيا ويمضي صوب مصالح واشنطن الاستراتيجية نهاية نتركها مفتوحة